يا سيدي صلاة. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله الله وبركاته. لا اسمعيني من التليفون بسرعة يا هن. حاول. بلاش تلفزيون. نعم. بسوي في النحة ماتي على طول تقول له مرتك ما بتعملش مرتك ما بتسويليش. ومبره كنت غسلالة وعملها كل حاجة عشان في حاجة صغيرة ما عملتهاش. فضلت تقوم جوزي علي. ايه سؤالك يا ستين. يعني انا مش عارف اعمل معها ايه مش عارف اتابع معها زي. شكرا 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 شكرا. سيدي صلاح كفاية تلفونات لو سمحت. لو تكرمت. اه اروح بقى لاختنا هند وكان لها تصريح مشفور مكتزع. لعبت بيه احدى الجرائد مش هقول اسمها معايا كده. وقالت اه داعي اسلامي او داعي بقناة النهار مش فاكل ان خدمة المرأة لزوجها والاهل زوجها سبب خرابة دويت والمشكلات. طبعا ما كانش دا كلامي لما اخدوه يعملوا بيه تريند فمبروك عليهم التريند وعند الله تجتمع وخصوم يوم اليوم هنقف قدام ربنا وانا مش هعفو عن من ظلماني. خلاص كده? طيب. الكلام اللي انا كنت بقوله في الحلقة اهو. هو ده. اللي انا بقوله ايه? كان رد على مين? على متصلة. لما اتصلت علي وسألتني. فقلت له اسمعي. لكل زوج ولكل زوجها. امك ملزمة منك. من بنتها. مش من مراتك. خلي بالك. وكلمة ملزمة يعني فرض. حضرتك من حقك لما تيجي تلاقي الاكل مش معمول. من حقك عرفا. لكن مش شرعا. ليه? لانها مش ملزمة خدمتك كمان الزاما. ده هي بتعمله ده تطوعا وتصدقا وتفضلا عليك ومنه عليك وعلى ولادك. ولو قالت مش هردع ولادك الا بالاجر حقها. خد بالك ده الدين. طيب. انما هي بتعمله عشان العرف والشرع يوافق العرف. ماشي على رسمك. انما امك ملزمة منك. امك ملزمة من بنتها. الست دي اللي هي امراتك لما تخدم امك. نقول لها شكرا جزاك اللي هو خيرا. ونبوس ايديها. قالوا لازم الشيخ قالت بوس ايديها ورجليها. انا ما بقولش بوس ايديها ورجليها بمعنى بوس ايديها ورجليها لأ. معنى بوس ايديها وبوس رجليها يعني قالل لها القول. وابتسم في وجهها. والام دي تقول لها ربنا يبارك لك يا بنتي. الهي عوضك خير. الهي يجازيك في صحتك وفي عفيتك. الهي يرديك ازا ما بترديني. تعبت وما نزديتش. ما قلبش البيت يا حجة. الست خلاص ذهقت وما كملتش عشان عندها عيال. مهي مش خدامة عندك يا حجة. مهي مش جاية اجارية من بيت ابوها لك يا حجة. نسمع الكلام ده دين بقى. ده دين. وما نزعلش منه. انما لما تخدمنا الله يا بنت الله يستري. يطعمك زي ما تطعميني. ها? اقول لكم على حاجة. افرح حاجة في الدنيا كنت بودة حاجة لابويا من يومين. وبعدين بعد ما مشيت. عمال يقول لي امشي يمشي. وانا مصر اشغله الحاجة قبل ما يمشي. قبل ما مشي. فبعد ما عملت له الحاجة كده ما تقصر بيه. قال لنا عايزة نعم يمشي. فبقول له مبسوط يا با. فأحلى حاجة عندي في الدنيا كلها. حونت علي كل شيء. قال لي روح الهي وفرح قلبك زي ما فرحت قلبك. يا الله. عايزة اقول لكم انا حاسس بجمال الدعوة دي لحد النهاردة. رغم ان هي من يوم الاربع ولا من يوم التلاتة. انا بقول لكم الكلام ده ليه? علشان الكلمة الطيبة. ربنا في القرآن قبل ما يقول صلوا صموا قال ايه? وقولوا للناس حسنا. يبقى انت حضرتك لما تغذيف كلها لا يستوري. لما تأثر في حاجة خلاص ده مش ضرور لي نرفع نيجي نسلوب بالليل نشحنه. علشان يطلع يشتموا اللي ادبه بدل ما ياكل لقمة حلوة ويبات لي لهانية. شكرا شكرا شكرا